لكن نتعرف منه على صفات المتقين لعلنا نكون منهم أو لعلنا نسير في ركابهم أو لعلنا نتعلق بأهدابهم لعل الله تبارك وتعالى يكرمنا وإياكم بأن نكون منهم هؤلاء المتقين لهم علامات لهم أمارات لهم صفات من أهمها أنهم لا يتكبرون على خلق الله أنهم يحترمون الكبير والصغير أنهم لا يمشون في الأرض مرحا أنهم يتواضعون لله لأنهم يعلمون أن عاقبة التواضع عزة ورفعة لأن الله عز وجل وعد بذلك لأن الله عز وجل وعد بذلك قال صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه إذن من أهم صفات المتقين التواضع وتعجب ويا للعجب عندما ترى من يدعي العلم ويدعي امتلاك الحقيقة وحده ويدعي أنه يسير على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكبر على خلق الله بعبادته وبطاعته لله وينظر إلى الخلق شزرا كأن كل الناس من العصاه وأنهم داخلون إلى النيران وهو وحده الذي سينجو هذا من مسالك الخوارج والعياذ بالله هذا الرجل جاء إلى سيدنا صلى الله عليه وسلم في مجلسه هو وأصحابه فلما رآه صلى الله عليه وسلم بعيد قال إني أرى في وجه هذا الرجل سفعة من النار وش كده في حاجة مش مريحانة حتى إذا أقبل على مجلسهم وسلم عليهم سأله صلى الله عليه وسلم أن شدك بالله قل لي بالله عليك هل حدثتك نفسك وأنت مقبل علينا أنه ليس في هؤلاء القوم من هو خير منك قال نعم هو خير مني بأمرت بيصلي زي بيصم زي بيتعبت زي دا الواحد ركبه خلاص من كتر الصلة دا الواحد خلاص علامته الصلة زي ما أنتوا شايفينه فأنت بما تظن أنه عبادة أفضل عند الله عز وجل وعند نفسك أنت من أبي بكر وعمر وعثنان وعلي وخالد وعمر وكل أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يجلسون في حلقته وفي مجلسه لكنه من الخوارج وهذا مسلكهم عجيب أن يتكبروا بما من شأنه أن يدعوهم إلى التواضع يعني العبادة بتخلي الإنسان متواضع بتخلي الإنسان متعلق بالله اتخلي الإنسان محتقر نفسه ويذل نفسه عز وجل ويذل نفسه لله عز وجل إذن هذا الذي يتكبر على الناس بعبادته ليس من المتقين ليس من المتقين فعندما يبعوك هذا الذي من شأله أو من شكله تظن أنه رجل من المشايخ رجل شيخ يعني أو رجل عالم أو رجل ما شاء الله ابتاع ربنا ويقول لك اتقل له قلت له مكشر كده أساساً وعايز يضربك بالبوكس في عينك كده ويقول لك اتقل له ده مش ده مش تقوى يا أخواني ده مش دين هذا ليس ديننا سيدنا صلى الله عليه وسلم علمنا أن ندعو بالبسمة بالجمال بالأفعال قبل الأقوال هذا الذي يزعم أنه امتلك العبادة امتلك الصيام والصلة وأصبح خالصاً ناجياً من النيران وأنه داخل الجنان هذا لا يعرف شيء عن العبادة ولا عن التقوى إنما التقوى تدعو الناس إلى التواضع من الله عز وجل ورحم الله سيدنا ابن عطاء في حكمه عندما يقول رب معصية أورثت ظلاً وانكساراً خيراً من طاعة أورثت عناداً واستكباراً يعني إيه؟ يعني الإنسان اللي في قلبه رحمة اللي في قلبه دين اللي يعرف ربنا سبحانه وتعالى فيش مين عنه يعصي الله هو محدش معصوم يعني لا معصومة في رأينا نحن أهل السنة والجماعة لا معصومة من المعصية أو الخطأ إلا الأنبياء بعد الأنبياء كل البشر عرضاً للخطأ وعرضاً للمعصية بل على العكس لو لم يخطئ مش هيبع بشر ولو لم يخطئ لذهب الله به وأتى بقوم يخطئون فيستغفرون فيغفر الله عز وجل لهم إذن كلنا من الخطائين لكن خير الخطائين التوابون الإنسان